معانا الأستاذة مروة من الأقصر فضل ونعمة الحمد لله يا رب دايما في الصحة وكلامة وربنا يجعل كلك مزان حسناتك يا رب بحقيقة المصطفى يا رب أنا وأنتم يا رب على الدوام يا رب العالمين يا رب العالمين بالله عليك عزاتي دايلي أنا وعيالي أقول لحضرتك عايزة تشارك في حاجة إيه خطن الأب اللي مش بيسأل على عياله في حال الانفصال ولا في حال عدم الانفصال لأ هاجرنا متجوز واحدة تانية وعياله المني لأنا الأولانية هو واخدها يعني أنا كان واخدني عشان خاطر يرضي ناسه والتانية كان بيحبها فطلقها من جزها أخدها واخدها ببنتها إيه خطن ذلك في كده هجاوب على حضرتك أنت حضرتك دلوقتي سألتيني عن مسألتين أولا ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليكم ويصرف عنكم الهم والغم واجعلكم في راحة بال واجعلكم في ساعة وسعد ونعمة وبركة ومدد وفضل يا رب العالمين أنتم وسائل المشاهدين إن شاء الله أما السؤال حضرتك سألتيني سألتيني في سؤالين السؤال التاني أنا مش هجاوب عليه أن هل يجوز أن الراجل يخب بامرأة ده ولا عزو بالله ده الشخص اللي يفعل ذلك حرام وده من الكبائر وهناك خلاف طويل في مسألة زوجه نرجع بقى في مسألة الشخص الذي يقصر في أقيامه بوجبات النفقة ووجبات العشرة مع زوجته لأن العشرة على فكرة واجبة وعشرهن بالمعروف ففي أمر بالعشرة فالعشرة مش فضل من الرجل يعني الرجل لو بيجيب النفقة ففكرة العشرة مش فضل ولذلك يجب يجب العدل في القسم يعني لو بيدي دي يوم يدي دي يوم يبقى إيه اللي حاصل فهو لو قصر في ذلك لو قصر في النفقة ده ظلم ولو قصر في العشرة ده ظلم برضه فلا تجمع ما بين المظالم يا مولانا يا سي الشيخ يا أيها الجليل يا أيها الفاضل أرجوك لا تجمع المظالم على نفسك كل ساعة أولادك بيحتاجوا لك فيه وإنت ما بتوفيش لده ده ظلم كل ساعة وإنت بتمنع أولادك من أنهم يجدوا ما ينفقوا بيه على نفسهم ده ظلم أنت اتجوزت آه إرضاء لأهلك لكن أنت اتجوزت فأصبحت مسؤول وبعدين إحنا عندنا قيم في الجنوب عندنا في قيم من القيم أن الراجل يتحمل مسؤولية قراره ومسؤولية وهو داوة الوفاء بالعهود وهو داوة القيام بمسؤولية العقود فأنت دينيا واجب عليك كده واجتماعيا كمان ولا أنت عايز تتجرس بأنك أنت ما بتقومش بوجبك فاتق الله في أهل بيتك اتق الله وما تبقاش ظالم ووعى نفسك الأمورة بالسوء تقول لك إن الحب مبرر يا جماعة الحب لا يبرر الظلم الحب لا يبرر الظلم لا يبرر الظلم الأهل الأب والأم ولا يبرر الظلم كمان الزوجة أنت صاحب زوجتين فعليك أن أنت تعدل بينهم وتتق الله سبحانه وتعالى في زوجتك الأولى وتتق الله في أولادك لأن ربنا سبحانه وتعالى يحسبك عليهم لأن أول ما يسأل العبد ما استرعاه الله فهيسألك أول ما يسأل على زوجتك ما زالت زوجتك هتسأل عنه وكمان تسأل عن أولادك فاتق الله سبحانه وتعالى فيهم